موسيقى مين اجي قابل؟ البيضة؟ واللجاجة؟ إذا قدرت تجاوب على السؤال تعرف مين المسؤول بلبنان؟ وبتسأل المسؤول بيقلك ما خصني القصة عند هيديك المسؤول وهيك من مسؤول لمسؤول بتضيع الطاصة وبضيع المواطن وبضيع المسؤولية بس عفوا بالإذن منك حضرة الوزير بس ما حضرتك الدولة أكيد وبظل هالواقع صارت النتيجة وزارة الطاقة مش مسؤولة عن أزمة الكهرباء وزارة البيئة مش مسؤولة عن أزمة النفايات وزارة الصحة مش مسؤولة عن واقع المستشفيات الحكومية وزارة النقل مش مسؤولة عن عجق السار وهيك تقريباً كل الوزارات مش مسؤولين حتى الحكومة مجتمعة مش مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والسياسية بالبلد طيب مين المسؤول؟ وشو هالنظام يلي الكل فيه مش مسؤول؟ طبعاً بفيدرالية الطواقف بتضيع المسؤوليات لأنه إذا لعمت العتمة بتكون عم بتسب الطيار المسيحي وإذا انتقدت وزارة المالية بتكون عم تستهدف التوقيع الشيعي وإذا تنولت رئيس الحكومة بتكون عم تتعرض للطايف السنية إذا بدك تحارب الفساد ما فيك تبليش بحداً لأنك بتكون عم تستهدف طايفته وأصلاً بهيك تركيبة ما فيك تحارب الفساد مش بس لأنه كل واحد مستقبل بطايفته لأنه كمان السياسة بيعين القاضي يعني هو بذات الوقت الحاكم والحكم طيب مين المسؤول عن الواقع يلي بصنانه؟ وكيف بدنا نطلع من هالدوامة؟ طيب مين المسؤول عن الواقع بها المنصومة ما في حال أنا برأيي يجب أن نواقف تبيع ونهيب التال فنصر بنده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر